الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد الأهل جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحلقات دي أخوانا هي من باب التذكير للناس وده كان الشغل بتاع الأنبياء والمرسلين ربنا سبحانه وتعالى قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا فمن الدين إن يا أخوانا الناس يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى في كل مكان وكل زمان النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا يبلغ الدين في كل مكان في البيت وفي المسجد وفي الشارع وفي السوق وفي كل مكان ولذلك أورد البخاري ومسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن معاذا كان رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير كان راكب مع النبي عليه الصلاة والسلام على حمار على حمار اسم عفير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً حديث يا أخوان حديث عظيم وفيه فوائد عظيمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أول حاجة النبي عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه كان يركب الحمار عليه الصلاة والسلام وكان يردف على الحمار يعني يركب معه زول لو عنده فرقة وكانت الدابة تطيق ذلك كانت بتقدر تشيل فكان النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه يردف على الدابة وده يا أخوان أشأ الخلق بتاع المسلم أنه لا يتعالى على خلق الله زول تلقوا في المجلس تلقوا متعالي على الناس والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكون في أصحابه فلا يعرفه الأعراب إذا جاء من البادية حتى يسأل ويقول أيكم ابن عبد المطلب ما بتميز عن الناس بلبس معين ولا بقعد معينة ولا بمكان من المكانات المزعومة له لحد ما الناس يعبدوا من دون الله بأول حاجة الشيء الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله والناس يا أخوانا لو فهموا أن العبادة هي حقة ربنا سبحانه وتعالى براه ما معاه أي مخلوق ولو كان رسول من الرسل الكرام أو كان ملك من الملائكة المقربين أو كان ولي من الأولياء الصالحين أو كان جن أو كان شيطان أو كان بني آدم أو كان صالح أو طالح لو عرفوا أن العبادة دي حقة الله ما حقة المخلوق كده المشكلة بتتحل لأن يا أخوانا ربنا في القرآن والسنة قسم الحقوق الربنا عنده حق والرسول عليه الصلاة والسلام عنده حق والصحابة رضي الله عنهم عندهم حق والجار عنده حق والأب عنده حق والأم عنده حق والرحم عندهم حق والبهيمة عنده حق في الإسلام فإنت إذا شلت حق واحد أديته للتاني فكده أنت بتكون جوتة ولخبطة الشغلة والناس الليلة بيعترفوا لك بحق أي مخلوق يقول لك يا زول أنا البهيمة دي حقتي ما بخليها ليزول أو الواطة دي حقتي ما بخليها ليزول أو الدكان دي حقتي ما بخليها ليزول وهكذا يقول لك أنا حقيه ما بخليه طيب حق ربنا شنو وده أعظم الحقوق وده لوزول فرد فوقه كده أبطل الدين والإسلام البنجي أمام الله سبحانه وتعالى فحق الله عز وجل أن تخلص له العبادة وأن يفرد بالعبادة وأن تكون العبادة لله وحده ودي أخوانا دعوة الأنبياء والمرسلين كلهم ربنا عز وجل قال واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وربنا قال وَلَقَدْ بَعَثْنَا يعني أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وربنا قال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ فالرسل كلهم جوبي حق الله ده العبادة شان كده ربنا عز وجل قال يا أيها الناس أعبدوا ربكم طيب السؤال نعبد الله ليه براو قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون يعني أنتم تعلمون أنه ليس لله أنداد وأنه لا مثيل له ولا كفأ له ولا ند له سبحانه وتعالى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا العبادة زي شنوه العبادة زي الصلاة والزكاء والصيام والحج دي عبادات برضو العبادة زي الدعاء تدعو الله دي عبادة والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة وإنه لما تنزل بك مصيبة وإنك تدعو الله وترفع يدينك لألا عشان ربنا يرفع عنك المصيبة دي عبادة فالعبادة دي تكون لألا براه ما بيستحق أي مخلوق ولو كان واحد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ولو كان واحد من الملائكة وكان جبريل عليه السلام ولو كان واحد من الصحابة الكرام صحاب الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم لأن العبادة ما حقتهم لأن العبادة حقت الله براه رفته ولذلك ربنا عز وجل قال الزلل بيدعو غيره غيره ربنا سبحانه وتعالى سماه مشرك أسماه كافر أسماه ضال أسماه مرتد ربنا قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ربنا سبحانه وتعالى قال قل أن أدعو من دون الله هنا في الآية دي من سورة الأنعام ربنا سمى كونك تدعو لك زول ميت أو زول حي أو زول صالح أو زول طالح ربنا سمى ورده ربنا قال قل أن أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ربنا عز وجل سمى الشرك ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه الرسل دون الله والملائكة دون الله والصالحين دون الله والبشر تات الصالح والطالح دون الله والجن دون الله والشياطين دون الله ربنا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير القطمير داشنو العلماء قالوا قشرة البيضاء الفيجن البلحة لما تأكل البلحة في قشرة بيضة دي في القرآن يسمى قطمير ربنا قال لك البيدعو مع الله عشان يديه ولد عشان يديه ولد أو عشان يعني يحفظ له بهايمه أو عشان يحفظ له زول المسافر أو غيره أو غيره ربنا سبحانه وتعالى قال مش هو يديك ربنا قال هم شدة ما فقير ما عنده قشرة بتعجن البلحة ما عنده ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يعني لو قلت يا فلان قلت يا رسول الله أو يا أبا بكر الصديق أو يا جبريل أو يا النبي نوح رفته ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ربنا قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم يعني حتى لو الزول قال لا بسمع ربنا قال لك لو سمع ما بيقدر يديك ويستجيب لك ربنا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وربنا هنا في الآية دي قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولذلك أخوانا حق ربنا علينا إن العبادة دي تكل الله براه ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو برا والخلقنا ربنا قال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون فربنا سبحانه وتعالى هو برا والخالق وهو برا والرازق وهو برا والبيوحيي وهو برا والبيوميت وهو برا والبيصرف في الكون وحتى المشركين الأوائل الموضوع ده ما كان عندهم فيه مشكلة يعني المشرك يا أخوانا ما هو اللي بيقول الله معه خالق تاني أو بيقول إنه ربنا سبحانه وتعالى في واحد بنزل معاه المطر أو إنه ربنا في واحد بيد معاه الجنة لدى ما المشرك لأنهم كانوا عارفين إنه الحاجات دي عند الله بلاو طيب مشكلتهم كانت في شنه مشكلتهم كانوا قال يا أخواننا نحن عندنا ذنوب وعندنا معاصي وأن الله عنده ناس قريبين من الأولياء والصالحين فنحن دار من الأولياء والصالحين يقربون لأله دا اعتغاة فاسد إنه ربنا ما بديه طواله مع إنه ربنا أدى إبليس وهو من أفجر خلق الله صح الله ما صح ربنا أدى إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم فإذا كان ربنا سبحانه وتعالى أدى إبليس التمايد ديك لكن يا أخواننا الظن السوء ورطهم وخلاهم يعبدوا غير الله عديد فالناس ديال قالوا نحن دائرين من الأولياء والصالحين يقربون لأله ربنا ذكر الكلام ده في القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ألا لله الدين الخالص معناه شنو الآية دي معناه تأله ما بيقبل منك العبادة إلا إذا كنت موحد لربنا عز وجل وعبادت خالص لله شاكده ربنا قال ألا لله الدين الخالص زي ما تقول لجنو زي ما تقول لشوف الضحية دي الضحية دي ما بتنفع فيها إلا البهيم السمحة كذلك ربنا ما بيقبل مننا إلا الدين الخالص فربنا عز وجل قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فربنا سمعهم كذبة وسمعهم كفر ليه؟ لأنه يا أخوانا ربنا ما محتاج ما محتاج ليواسطة عشان يبلغ أنت داير ربنا يرزقك داير ربنا ينصرك داير ربنا يديك قرش تزوج داير ربنا عز وجل يشفي لك مريضك داير ربنا يحل لك المرة في الولادة ما عليك إلا إنه ترفع يدينك لأله ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الصحابة في سبب نزول هذه الآية واحد من الصحابة قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه لأن المناجب تكون بالصوت المنخفض أم بعيد فنناديه لأنه الزل من يكون دار ينادي بيقوم بيرفع صوته فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالسؤال البطرح نفسه ليه أخوان نزول يخلي الخالق الغني الكريم الخزين ملانا سبحانه وتعالى ويخلي رب سبحانه وتعالى ويمسك في الميت الضعيف المخلوق الفقير الهزاة محتاج يا رحمة الله واحد من اثنين إما الزل ده بيعتقد إنه ربنا فقير ما عنده ما يقول لك أمشي ليه فلان ده قل لك والله فلان ده ما زي حاله زي أنا أمشي ليه وليه ما عنده حاجة فإنت ما بتمشي ليه الله ليه الزل البي يمشي للقبور ويمشي في الميتين ويتمسح بالقبور وكده وكده سؤال ما بيمشي ليه الله ليه هل ربنا فقير ما عنده يقول لك لا والله ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد طيب الاحتمال التاني ربنا بخيل ما ممكن زول يكون عنده قروش الدنيا لكن يقول لك والله الزل ده النعمة دي في نفسه ما ظاهر يخدم ضيقة حتى على أولاده يقول لك كده الناس صحة ولا ما صح طيب هل ربك سبحانه وتعالى ضعيف أو ربك سبحانه وتعالى بخيل سبحانه وتعالى لا وإنما ربنا سبحانه وتعالى جوان وربنا كريم وربنا من غناه من كرم إنه أدان نعم من غير مقابل ما حصل فينا واحد يوم من الأيام قالوا ليه أمشي أدفع الفاتورة حق قد غسيل الكلا في كم ناس في المستشفيات ما يقول ركال الصحة والشباب رفتة الناس الراكدين في المستشفيات يغسلوا لهم الكلا كثير من الناس ديال كانوا في يوم من الأيام الواحد يهز ويريز وملان شبابه قوة طيب الزول ده المرقج ده ده كم يوم بغسلوا ليهم في الأسبوع كم يوم قل لك الله الزول ده ثلاثة أيام في الأسبوع الكلا يبتعتك دي بغسلوا ليها كم يوم كم مرة في اليوم أكثر من تلاتين مرة تلاتين مرة في اليوم بغسل الكل يا أخوانا بتغسل براها منا من الله سبحانه وتعالى طيب إذا كان دي نعمة من الله وربنا اداك ليها من غير مقابل ولا بتدفع لها فاتورة تشكر الله ولا تشكر المخلوق براحة كده تشكر الله ولا تشكر المخلوق نعمة تانية الزول بعين كثير من الناس ربنا ابتلاهم يا أخوانا شال منهم نعمة البصر انت بتعاين ناس كثير يمشوا عمليات برا السودان شال ربنا عز وجل يشفيه ويقدر يشوف زي ما الناس بيشوفه ربنا سبحانه وتعالى اداك النعمة دي النعمة دي حصل يوم ربنا سبحانه وتعالى طالبك عليها بمقابل ما حصل بتشم وتتزوق يقول لك الليلة الكارونة لما انتضرب الزول تاني لا بيشم لا بيدو لو اكل عجور ولا لو اكل لو عيش ولا اكل منغة ولا ليمون كل واحد عنده دي نعمة ولا ما نعمة طيب ربنا هو يديك النعم وانت العبادة بدل تديها لي الله تديها لي زول المجدة ولو كان صالح ولذلك يا أخوانا العبادة دي حقت ربنا سبحانه وتعالى ربنا قالوا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا العلم قالوا الشرك ان حق ربنا عز وجل تديه لي مخلوق كثير من الناس يقول لك يا أخي الولي الفلان ده بيعلم الغيب يا زول اعلم الغيب كيف وربنا عز وجل قال في صورة النمل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون الغيب ده ما بيعلم إلا الله وربنا عز وجل قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيبة ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه وربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام قل إني لأملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقومي يؤمنون قل لك والله الزول ده شيخي ده إن جلس يعلم الفي قلب وسوس يعني بيعلم الغيب تلقى الزول بخاف منه لما قال لك شيخ أحمد قبل شوية لأنه يقول لك ده يا زول ده زول خطير ده جاسوس القلوب بين غوسين حرام القلوب إيه الغنيا بتعتي الشفاة ده لأنه يا أخوان ما في زول بيعلم غيب إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل البشر لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لا أقام على عبد الله بن يبي بن سلول الذي قذف أم المؤمنين عائشة المطهرة المبرأة لجلده النبي عليه الصلاة والسلام كأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد أيام طويلة حتى أنزل الله عز وجل براءتها في صورة النور ما في علم غيب بيعلم مخلوق ربنا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيثة ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير لكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت للتابع الجليل مسروق رحمه الله قالت له ثلاث من حدثك بهن فقد كذب واحد من ثلاثة الزولة بكلمك بهن أعرف زول كالضاب أدي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه وهي زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حدثك أنه رأى ربه فقد كذب ومن حدثك أنه كتم شيئا من الرسالة فقد كذب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب لأن أخواننا الغيب ما بيعلم إلا الله سبحانه وتعالى فالزول يعتقد بقلبه إنه الغيب ده حد الله براه إذا اعتقد كده تاني باب يمشي ليه وليه واحد يقول ليه أرقود لي بالخيرة أهوى أريد دي عرسة لفلان ولا ما عرسة والودة يسافر ولا ما يسافر والبهايم دي أشتريه ولا ما شتريه والعربية دي فيها خير ولا ما فيها خير يقول لك أرقود لي بالخيرة ما في خيرة النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا العلم قال الكاهن هو الذي يدعي معرفة الغيب والمستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ودي أخواننا حاجة عظيمة حاجة عظيمة إن الإنسان يكون بر الدين هو ذات ما عارف برضو يا أخواننا من العبادات العظيمة عبادة التوكل إن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويخلي قلبه معلق بالله ربنا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وربنا قال في وصف المؤمنين وعلى ربهم يتوكلون وآيات كثيرة جدا عرفته؟ الزول يا أخواننا ما يعتقد في ورقة اللي هي الحجبات ويعلقها بيقول لك دي بتحفظ أو كمون معلقه في العربية في ناس تلقاهوا معلق له مكشاشة تحدي ويقول لك دي بتقش العوارض في زول تلقاه عامل له قروم بتاعة بقرة في الحافلة وده كل يا أخواننا من العقائد الباطلة لأنه البي أحفظك والبي ينفعك ويضرك هو ربنا وهذه الحجب إنما هي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام شرك وسحر النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال إن الرقاء يعني العزائم الشركية أما قرأة القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الزول المريض بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل دا يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك ده قال الرسول صلى الله عليه وسلم ده ما شرك أوزل تدعو لي الله لأن أخواننا الرقية هي دعاء تقول يا ربنا أشفي ولدي دا من العين ومن السحر ومن غيره دي ما في مشكلة لكن اللي بتكون بها مهمات وبيتكون ما مسموعة ما بسمعك لها يقول لك دا سر المهنة أنت ما كانيكي ولا شيخ سر المهنة بتاع الشنو أقرأ القرآن القرآن دا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فصيح أيزوا اللي بفهم وأي زول يا أخواننا حصلت لحاجة ما طوالي تجري لي زول تقول يا زول هوي الزول دا عام لله وعمل أنت أمسك سورة البقرة وأقرأ على زول المريض والنبي عليه الصلاة والسلام قال سورة البقرة لا تستطيعها البطلة يعني السحرة ما حفظ سورة البقرة المصحف قاعد أفتح المصحف وأقرأ على الزول المريض من سورة البقرة أقرأ عليه بس ما عندك بيو شغل يكورك يسرخ أقرأ عليه ربنا سبحانه وتعالى بيشفيه أقرأ عليه سورة الفاتحة ما في مسلم عاقل إلا هو حفظ سورة الفاتحة لكن تجي تكتب له حجاب ها زول يقول لك لا يا أخوالله الحجاب دا من القرآن طيب المصحف كامل بيكم شانت عارف إنه ما من القرآن المصحف كامل يقول لك بي كام بالق البقربيو النظر ضعيف مصحف الحجم كبير يقول لك دا بي خمسمية جنيه والحجاب اشتريته بيكم ولا الفكيكته بيكم يقول لك والله بي خمسة مليون ولا عشرة مليون طيب المصحف كامل بي خمسمية جنيه والفكيه دا حجابه بي خمسة ألف ولا عشرة ألف معنا يا أخوالنا الشغل دا ما غران نمرة اثنين لما انتلبس الحجاب دا في ضراعك بتعرك فيه ولا ما بتعرك هلأ الزول يا أخوالنا يعرك فيه كلام الله كلام الله تعرك فوقه لما انتبشي تخش بيت الحمام الحمام بيت الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا دخل الخلاء أو أراد الخلاء أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رفت الخبث والخبائث بالضم قالهم ذكران الشياطين ويناثي طيب انت قلت الحجاب دا غران هل بيتخش بالحمام طبعا بيقول لك أنا الحمام ما بخش بالحجاب الفيغوران أها كيف يقول لك والله بخش ساكت طيب بيت الشيطان ما خشت بيه حجاب وانت قلت الحجاب بيحفظ طيب محتاج له بره بيت الشيطان فده يا أخوانا كل من الباطل وده كل من الشرك والحجاب ده يا أخوانا ينافي الإسلام شاكد الرسول عليه الصلاة والسلام جو عشر أنفار دارين يخشوا الإسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام بايع تسعة في واحد ما بايعه قالوا يا رسول الله باعت تسعة وتركت هذا يعني ليه؟ قال إنه معلق تميمة تميمة يعني حجاب لما فيه هذا الرجل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ببايع على الإسلام طوال قطع الحجاب شاكد الحجاب أقطعه ما بيديك حاجة قطع الحجاب جدعه فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم قال من تعلق تميمة فقد أشرع ولو كان الحجاب دي أخوانا بينفع أو كان من الدين كان الرسول عليه الصلاة والسلام عمل للصحابة في الغزوات صحابة استشهدوا في غزوة أحد وفي غير من الغزوات والنبي عليه الصلاة والسلام كان برسلهم والمشركين غدروا بالصحابة في موقع إثم بئر معونة كتلوا حفاظ القرآن من الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام دعا عليهم شهر كامل فلو كان الحجاب نافع كان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب للصحابة للحجبات ولذلك أخوانا الإنسان تكون عقيد في ربنا سبحانه وتعالى ويلجأ لربنا عز وجل كذلك أخوانا الإنسان ما يشرب المحايات ولا البخرات القرآن ربنا ما جابه عشان يعمله شربه ربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب من ربنا سبحانه وتعالى حكيم الإنسان إذا قرأوا على المريض ربنا بيشفيه بيوه والإنسان إذا عمل بيوه ربنا بيحفظه ويشفيه وأهم ما في هذا الكتاب العقيدة الصحيحة في الله ولذلك أخوانا رسالة الدعاة للناس هنا إن يا أخوانا الناس دارين منهم حتى الحاجة الأولى إن العبادة تكون لأله براه وإن أي شيخ أو أي مخلوب أو أي صالح أو أي طالح ما بيستحق العبادة مع الله وإن تعتغد إن عبادة مع الله باطلة شكد ربنا عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وربنا سبحانه وتعالى قال ما المسيح بن مريم وأمه ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام زولي أخوانا يطلب لهم من زول بيأكل زيه وبيمشي الحمام بالزني وبيدوه حقنة وبامرط وبيفقر إلى آخر ويخلي رب العالمين سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت ولذلك دي أهم حاجة الزولي أخوانا ينظف العقيدة ويخلي عقيدة في الله سبحانه وتعالى ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم الموضوع الثاني هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم نحن طبعا قاعدين نمشي الجامعات وبنتكلم بتسمع الشيوعين يقول لي والله نحن مع الطيور مع والدبرك رفته وبتعشوشة وكده ونحن بنقول لي والله نحن مع الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الكلام دي أخوانا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم عند علامة ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم معنا شنو العلم قالوا كما قال ابن كثير قال ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية في ناس قالوا والله احنا بنحب الله ربنا قال لهم عشان نعرفكم ونبين أنكم تحبون الله سبحانه وتعالى على الحقيقة ربنا قال لهم اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأول حاجة تتبع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام العقيدة الصحيحة ربنا سبحانه وتعالى قال ويوم يعض الظالم يعني المشرك والمشرك ده بنادي غير الله وعنده عقيدة في حجاب أو محايا أو بخرة وكده ربنا قالوا ويوم يعض الظالم على يديه هنا في الدنيا الزول في الدنيا لو فاتته بيعا ولا لو حصل له أمر مهم كان بكسف فوقه وفاتته بيقول بعض أصبعه بس قال لك الله فاتت هناك في الآخرة لأنه رجع تاني ما فيه الزول ده قال لك بعض يده لحد ما يحصل المرفق هنا حل الوضع ربنا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتاء ليتني لم أتخذ فلانا وفلانا ربنا جاب لك عام عشان أي زول سبب في ضلال زول بعدين يوم القيامة بجيبه في محل فلانا دي ربنا عز وجل قال ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا بعد ذات ربنا قال وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا العلم قالوا دي القوم الرسول عليه الصلاة والسلام بيشكوهم يوم القيامة من الأمة ذاتهم ليه لأنهم ما اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك عبادتك تكون زي ما عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم دار تذكر الله ما تذكر الله بالبدع والحاجات الما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم زي الكشاكيش والنوبات والطارات والسبح ده كل الرسول عليه الصلاة والسلام ما عمله أو بالطرق والجماعات والأحزاب ونحن ما تابعين لأي طريقة وأي جماعة نحن بس نسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجينا نبلغ الكلام دا للناس لا دارين منهم قروش ولا بياط ولا حزب ولا تصويت ولا انتخابات دارين الناس يا أخوانا يتعلقوا بالله ويتعلموا دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملوا به وينجو يوم القيامة من النار ربنا قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والسداد وأن يجعلنا هداة مهديين وأن يهدي بنا ونشكر لكم حسن الاستماع والجلوس وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله